انا انا كارزماوي قل لكم واقعية متسابقي ونجوم برنامج كارزما في نسخته الثانية انا عادل بن هيفة السعد بان التقيكم في مكاشفة مكاشفة كما ظن البعض ليست فقرة انما هي تسموها اسقاطة جلسة حوارية ودية مع مين؟ مع الرجل الاول في قناة الواقع الفضائية مدير ادارة تطوير البرامج وعضو مجلس الادارة ناصر الغامدي مرحبا ابو عبدالله شكرا شباب يعطيكم العافية هذا الجمهور كله حاضر علشان يترى على فكرة وينتظروا الرشاوي يمكن يبون تشيل عنهم خصم يعني تقصد فيني فاق في الموضوع لا استغفر الله الشباب ما ينافقون الله يحييك عادل شكرا لك التقديم هذا قدمتني في يوم من الايام بعد او قدمت لي في مسرح ما في قناة الواقع بنفس المسمى مدير تطوير البرامج وعضو مجلس الادارة وها هو التقديم يعود من جديد انا فخور فيك وراها انت عليك من سنوات وها انت هذه الليلة تقدم فقرة ولقاء استثنائي عبر مكاشفة ان شاء الله نطلع بلقاء حلو يكون من خلاله مكاشفة مع الجمهور في كثير من التفاصيل اللي ممكن نشوفها في السوشال ميديا عتب وزعل على بعض الأشياء وثناء ومتح على بعض الأشياء اترك لك المجال ومجال مفتوح لك والجمهور والشباب طيب يعطيك الله أبو عبدالله والشيء نعتدر تأخرى ممكن تسع دقائق نعتدر للجمهور شاركونا عبر منصة X في وسم كارزما 16 انطبعكم عن اللقاء قبل وأثناء وبعد أبو عبدالله أنا قلت الرجل الأول في قناة الواقع تتفقم تختلف في تطوير البرامج أنا الآن يعني أعتبر مع المسميات الأول والثانية ما تهمني كثير من النجاح بكل صدق يعني سؤال أحترم لكن هي مسميات لكل إنسان عمل خاص يقوده ويقوم به فأنا أقوم بعملي الآن هو إدارة تطوير البرامج وعضو مجلس إدارة ونسأل الله التوفيق على أرض الميدان الرجل الأول بعيدا عن المسميات على أرض الميدان في العمل أعتقد ذلك تعتقد؟ بل أجزم ذلك طيب ممتاز أجزامك بالشيء هذا رح يخليك في عيين في مكاشفة ثقة في مالك القناة الشيخ إبراهيم الحسين جزاء الله خير يعني بأن سلمني هذا الأمر وأنا أقوده وإن شاء الله نجمله أستهل وصالح أبو عبدالله سبب عودتك لإدارة أو لإدارات برامج الواقع بعد انقطاع والله لها ظروف جاء فترة من الفترات حاولنا ندمدم الموضوع حتى لا يكون شكلي مش كويس في موضوع يعني ننبيع الرجال ولكن صرحت أكثر مرة فلا داعي لتكرار الأمر لكن لما طلبت لبيت طلب بشروطي والحمد لله عدنا والعود وأحمد لرفعة القناة إلى الأعلى والأجمل والأفضل وها نحن هو الكيان في الأخير يعني نفرح كلنا بارتفاعه مهما تعدد المسميات ناصر أو غير ناصر المهم أن الكيان يرتفع أكثر وأكثر هذا نجاح ليس قصدا في أن اللي قبلنا مقصرين لا من المفترض أن إحنا إذا ارتفع الكيان يوم بعد الثاني فهذا معناها يعني شيء جميل ولا داعي للحساسية من أي إدارات ماضية يعني من السؤال هذا أو الطلب هذا لدعي للحساسية من الإدارات الماضية لهم الاحترام والتقدير وكل نشتهت وكل نقدم اللي عليه وحنا مكملين لبعض كل إنسان يتميز يعني مثلا لما تسألني عن أي شخص قاد البرامج الواقعية أقول ربما هو يتميز في أشياء أنا لا أتميز فيها يعني أنا على اسم المثال في مثلا في الأمور المالية الأمور الورقية أنا ناصر أعترف أني ما أنا بشاطر فيها لكني أجيب الشخص الشاطر فيها أنا أتميز في أشياء أخرى فأنا أستلمها في الأشخاص اللي قبري ربما هم تميزوا في أمور معينة ناصر ما يتميز فيها فأنا أقول حنا مكملين لبعض وما قصر العطيم العافية لكن الآن الحمد لله النقلة النوعية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ندعم مجلس الإدارة مثل أبراهيم الحسين وغيرها من الشباب اللي معنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن في النقلة النوعية اللي إحنا فيها الآن نعاني ما نعاني من مشاكل طيب مع الضخرة